أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالنتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وترأوصه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة الأمر الذي يعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي تطرق رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة حيث أكد أنه يتابع بشكل دوري خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما أشار مدبولي إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي ومصلحة الجمارك من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية وأكد رئيس الوزراء على بدء عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المؤهلة اشتركوا في القناة